اشتركوا في القناة وزميلي معالي الوزير سامح شكري ووزير خارجية جمهور مصر العربية الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة إلى المملكة المغربية هذه مدة مجاشة نسل سامح سبع سنوات لهذا السيارة عندها طابع خاص بالنظر أولا للعلاقة الخاصة بين جلالة الملك محمد السادس وأخي فخمط الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالنظر إلى الشراكة المتبيزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية خلال هذا اللقاء الذي تم بيننا اليوم أولا عبرت دمعالي الوزير عن إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أول أمس سبت منطقة غرب سيناء وتضام المملكة الكامل مع جمهورية مصر وتأييده المطلق لكل إجراءات ولكل تدابي التي تتخذها السلطات المصرية لحفظ أمنها واستقرارها أمن مصر واستقرار مصر مهم للمملكة المغربية ومهم للوطن العربي وكل ما يمس مصر يهم يمس المغرب مع تعزين طبعا الحارة للحكومة والشعب المصري الشقيقين ولدوي الضحايا ومتمين تمنيتنا بالشفاء العاجل للمصابين أكت لأخي معالي الوزير أن تعليم جلالة الملك محمد السادس واضحة في ضرورة التواصل والتنسيق والتشاور مع مصر حوية القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحتين العربية والإفريقية العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة فيها بعد سياسي فيها بعد اقتصادي فيها بعد إنساني وفيها بعد روحي وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر خلال محادثتنا اليوم كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة التنائية وإعطائها زخام جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ اتفاقيات المبرمة اتفقنا على عقد قريبا آلية التشاور السياسي على تعزيز التعاول الاقتصادي في كل المجالات وتفعيل المجلس الرجال الأعمال المغربي المصري اتفقنا على أن نشتغل كذلك حول القضايا الإقليمية في إطار تعزيز التنصيق والتشاور المغرب حريص على أن مصالح مصر الإقليمية والوطنية هي مصالح مهمة كذلك المملكة المغربية والمغرب يعرف دائما عن تضامن المطلق مع مصر في كل ما يمس مصالحها العليا والمصالح التي تتمس أمنها الوطني والأمنها الإقليمي تبحثنا في إطار هذا التنصيق وفي إطار هذا التشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية سواء في شمال إفريقيا كميلة في ليبيا في الشرق الأوسط أو الوضع في القارة الإفريقية أو في المجال الأورو متوسطي ومغن فاشئكم شيلة قلت بأن هناك تطابق في وجهات نظرنا وبأن هناك رغبة في تعزيز هذا التنصيق وترجمته كذلك إلى مبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين ولكن كذلك تخدم الأمن والسلم والاستقرار الإقليميين اتفقنا على أن نهيئ في الأسابيع والأشهر المقبلة أجندة للتعاون التنائي في كل المجالات على أن يتم تفعيلها في أفق لقاءات على أعلى مستوى بين البلدين بين جلالة الملك وبين فخامة الرئيس فمرة أخرى مرحبا بك معالي الوزير وهذه المرة نتمنى أن نتنجل سبع سنوات قبل إن شاء الله الزيارة إلى المرة أخرى إلى المغرب شكرا جزيلا معالي الوزير والأخ العزيز ناصر بوريتا في البداية أود أن أعبر عن مدى سعادتي بأن أعود إلى الرباط وإلى المغرب الدولة الشقيقة التي تجمعها بمصر علاقات تاريخية وثيقة على المستوى القيادتين فخامة الرئيس عبد فتح السيسي وجلالة الملك محمد السادس وأيضا على المستوى الشعبي من خلال التمازج بين الشعبين والارتباط الوثيق فيما بينهما وأعبر عن جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحفاوة التي لقيتها هو الوفد المرافق وهذا ليس غريب على شعب كريم والتأكيد أنه دائما بنحظى برعاية كريمة من جلالة الملك محمد السادس كما تحدثت فنحن نقدر كثيرا هذه العلاقة والألاليات الخاصة بها وإذا كانت آخر زيارة لي من سبع سنوات فبالتأكيد أنه في سنتين إذا لم يكن أكثر تحت ظروف جائحة الكوفيد ولكن هذا لم يمنع باستمرار التواصل فيما بيننا من خلال الهاتف ولكن أيضا كان لنا حظ وشارة في استقبالكم في زيارتين ثنائيتين كانت مليئة بالتشاور وتأكيد مرة أخرى بمدى التوافق والتطابق في وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك تجمع مصر والمغرب دوائر عديدة من الأطر السياسية سواء كانت الجامعة العربية الإطار المتوسطي الاتحاد الأفريقي منظمة التعاون الإسلامي وكلها أطر يتم من خلال التنسيق فيما بيننا تحقيق المصالح المشتركة والدفع قدما في إطار مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا والتي نستطيع أن نتعامل معها بقدرة أكبر لحماية مصالحنا من خلال التضامن والتنسيق فيما بيننا نحن عزمون على تفعيل الأليات كما تحدثت كانت ألية التشاور السياسي أو اللجنة الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال وكلها من شأنها أن تعزز هذه العلاقة واتفقنا على أيضا تعززها في إطار دائما كان له أثر ووقع قوي وهو الإطار الثقافي والتبادل الثقافي بالبلدين من خلال برنامج مؤسسي وزمني محدد يعزز من الصلاة ويؤكد الارتباط الوثيق بيننا كان طبعا لقاءنا فرصة لتأداول حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك متصلة بالقرى الأفريقية منطقة الساحل والسحراء الأوضاع والتطورات الخاصة بليبيا القضية الفلسطينية مقاومة الإرهاب وضرورة التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تحديد لمسمياتها فالفكر في حد ذاته وهذه المنظمات كلها منبثقة من فكر متطرف واحد وتلجأ دائما إلى العنف في إطار الترويع ومحاولة فرد إرادتها على الشعوب وإن شاء الله يكون الاجتماع لتحالف داعش الذي تستضيفه المغرب ناجح ومؤثر في استمرار الجهود المشتركة للخضاء على هذه الآفة وبشكرك على طبعا التعزي وتضامن المغربي مع مصر في إطار العمل الإرهابي الذي تم من يومين ورح تحيته أفراد القوات المسلحة المصرية سنستمر في تعم هذه العلاقة والتواصل المستمر بتوجيهات فقامة الرئيس وجلالة الملك وسوف تتاح فرصة لأيضا تفعيل العلاقات والتعاون على مستوى المؤسسات التشريعية وكل المجالات الفنية والزيارات المتبادلة سوف يكون لها بالضرورة إسهمها في الارتقاء بالعلاقة واستخلاص المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية في البلدين أنا بهني المغرب على ما حققته خلال السنوات الماضية سواء في إطار مواجهة جائحة الكورونا لكن أيضا في إطار الارتقاء بالتنمية والاقتصاد وتحقيق معدلات تحقق طموحات الشعب المغربي ومصر أيضا حققت خلال السنوات الماضية ولكن نواجه ظروف وتطورات دولية لها أثرها البالغ على الأمن الغزائي على جهودنا في تحقيق معدلات تنمية وبالتأكيد أن رؤيتنا المشتركة في تواصلنا مع شركائنا الدوليين من شأنها أن تظهر صوتنا وتؤدي إلى قدرتنا على مواجهة هذه التحديات مرة أخرى بشكرك ومتطلع لمحادثاتنا خلال هذه الزيارة وأيضا التقاء بعدد من المسؤولين المغربة بالتأكيد هيكون فرصة لتبادل الرؤى وأيضا دعم العلاق شكرا جزيلا ورسوم تماما الوزير مناصي البوليطة هنا لاتداح على المقر الكبير للسفارة ومصرين في رباط وهو أمر لكاشف على قوة ومتانة الإلاقات بين البرغين من المعارضة السعر العقيم وبما يترجم الإرادة السياسية الذي فخامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عند قوة العلاقة المغربية الصفة هي أقلية مهمة لتطوير هذه العلاقات وعراءات القهادة والكبير بترجمة إرادتي جلالة الملك محمد السادس وفخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقة قوية ومتنوعة ولتنصيق دائم وتشارع بين بلدين تجمع مع بعديد من الوشائش الأخوة الصديقة من تاريخ المشترك